انتخابات مبكرة قادمة في العراق يعني أن صراعا محتدما جديدا ستعيشه البلاد بين أحزاب وميليشيات تسعى لتوسيع نفوذها السياسي وزيادة رصيدها الاقتصادي تتنوع وسائل الصراع الانتخابي وتتعدد معه وسائل الرفض لعودة الوجوه نفسها وهو ما يظهر جليا في عمليات تمزيق اللافتات التي تملأ شوارع البلاد في كل موسم انتخابي وهو ما دفع مجلس القضاء إلى التلويح باتخاذ إجراءات قانونية لترهيب المواطنين الذين سائموا الشعارات المزيفة وملوا من رؤية ذات الأحزاب التي طالما تاجرت بأموال الشعب على مشاريع شكلية لا يراها المواطن إلا في هذا الوقت المال السياسي الآن المطروح وينما نروح نشوف مال سياسي سائب منين يجبون هذه الفلوس؟ منين؟ يعني لما تحسب راتبة وتحسب مشروع واحد ينجزه تبليد شارع ولا محاولات كهربائية ولا معرفة شي يسوي ولا مبالغ توزع أكيد هذا مال سياسي مو مال إبهاتهم هذا مال مال الدولة مال الشعاب لا يقف الأمر عند هذا الحد فالأحزاب التي تواطأت على قانون الانتخابات عام 2015 لا سيما ما يتعلق بحضر الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة باتت أول من يخرق هذا القانون بل إن الأمر أصبح معكوسا حيث تتصدر الميليشيات التي تملك أجهات سياسية قائمة الكتل المتصارعة على صدارة الانتخابات وهو ما يزيد من اتساع المقاطعة لدرجة أن مفوضية الانتخابات أعلنت عن إطلاف أكثر من أربعة ملايين بطاقة انتخابية لم يراجع أصحابها لاستلامها دائرة المقاطعة لا تقتصر على عموم الشارع العراقي الذي لم يعد مكترثا بالانتخابات بل تعداه إلى فاعلين سياسيين كما يرى موقع المونيتور الذي أكد أن حركات ناشئة أعلنت معارضتها العلنية للنظام السياسي الذي تشكل بعد عام 2003 منوها بالمؤتمر الموسع الذي عقد في بغداد مؤخرا وضم أربعين حركة انبثقت عن التظاهرات للإعلان عن معارضة الانتخابات وعدم المشاركة فيها بسبب مساوئ النظام السياسي عملية سياسية تشكل بأحزابها المتعددة وقواها الميليشيوية عائقا كبيرا أمام أي تغيير في العراق وانتخابات مسرحية تعمل على تدوير ذات الوجوه وتعيد إنتاج ذات السلوك الفاشل فلماذا ينتظر العراقيون إذن موعد الانتخابات ولماذا يعرفون تاريخ إجرائها أصلا